مشاهدونا أهلا بيكم في حوار جديد من فنجول ضفنا نهاردة ضيف كتب بإيه بإسمه في الكرة المصرية بأحرف من دهم سواء مع منتخب مصر أو مع الأندان كتيرة اللي مثلها واحد من أحرف وأشرس وأكثر اللعبين حماسة في تاريخ منتخب مصر والكرة المصرية ضفنا أخطر خطير كابتن أحمد عيد عبد الملك أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا سيد أحمد مفسوط اللي أنا معك طبعا ومفسوط اللي أنا في الجوش بداية عايزين نعرف بعد تجربتك وانتهاء تجربتك مع نادي لافيان بتحضر ليه دلوقتي وإيه خطوتك اللي جاية للشغيل عليها حاليا طبعا يعني هو يعني طرقت في نادي لافيان أنا ما بقى لي أسبوعين ثلاثة يعني ثلاثة أساديقة أعتبر وكاد اختلاف وجهات من النظر بيني وبين الإلغراف في بعض الحاجات اللي حصلت يعني وما فيش نصيب يعني اللي أنا أكمل مع السرقة الحمد لله إنه مشهي بشكل كويس نعم بالتحضير اللي اللي جاية دوات طبعا يعني فيه جاني أكتر من عارض الفترة اللي فاتيت حسيت إن بعض العروض مش مناسبة للي اللي أنا عايزه أو اللي أنا بدور عليه الفترة اللي جاية وانتظر إن شاء الله خير الفترة الجاية يعني بإذن بلا زي ما أنت كنت تقول إن هو كنت بشكل كويس جدا والفري يعني كان قريب من القمة وحتى دلوقتي هو بعد أنت مشيت برضو بأسبوعين لسه ورغبة كده برضو الفارق النقاط من بين الفرقة كلناه قريب جدا فكان إيه مرضو السبب اللي يخليك إن انت تمشي وتسيب الفري دلوقتي وانت مقندم كل النجاحات دي هون بدايين طبعا الحمد لله يعني إحنا منساكنا الفرقة من بداية فترة البعداد يعني تعبنا كتير جدا في فترة البعداد والصراحة النادي كان موفر إن كانت تصير كبيرة جدا للفرقة جو تعرف تشتغل فيه جو جو كورة يعني مثل النادي لابيين لها في هم بيعوضوا بالحتة المادية بالنسبة للعقود بها حاجات تانية يعني مختلفة بالإقوامة بالمالعب بتاعتك يعني حاجات تانية يعني بتعوض اللعبة اللي موجودة في حتة العقود نفسها العقود مش أكبر حاجة مش كبيرة يعتبر من أعلى الفرقة اللي بتصير فوض في دور المحترفين وكمان ماشيين بشكل كويس جدا علعبها مواهب كتير جدا قدرنا نفطر مواهب كبيرة والصغيرين في السن أكبر لعيم 24-25 سنة مفيش ألا حرس المرمى بس كمينة هو أكبر لعيم في الفرقة لكن الباقي كله اللعبة صغيرين وحصل الاختلاف في وجهة النظر بيني وبين الإدارة حاجات أنا كنت شاف إن هي ما ينفعش التدخل فيها أو الكلام فيها أنا بالعكس يعني أنا مش من الناس اللي هو متنشن على طول في حتة التدريب أو في حتة الشغل مع الإدارة أنا باخدوا بدي في حاجات كده في أمور كتير جدا بس بالأمور ما تبقاش على العامة يعني بالنسبة لي كنت تحسل هي قدام الناس أو قدام الناس حاجة مش كويسة بالنسبة لي ولا بالنسبة للجهز اللي معايا فأنا قدمت استقلتي وقتها والناس قبلت في الاستقالة وكان في بعض الناس بيتحاول إلا أنا أرجع تاني أبقى موت تاني والأمور تتحلى بس كنت شايف إن هي الخطوة مش يعني الأمور مش هتوبقى أحسن حاجة يعني بالنسبة لفترة اللي فاتت وفرقة اللي فيينة عشاف اللي هي تستمر في المنافسة فرقة يعني الحمد لله شتغل معهم بشكل كويس وعندهم مواهب كتير جدا وقريبين اللي أم يبقوا على كمة الفترة جدائية ونفس فرق النقطتين اللي كنت تساب الفرقة فيه ومن المركز الأول النقطتين النهاردة برضو من المركز الأول والأمور جدا متصدر أو اللي فيينة التاني فرق النقطتين هو كان نفس الوضع بس ربنا يوفق يعني المجموعة الموجودة في لعبة مواهب كتير جدا الموجودة تقدر تفيد النادي وتفيد كورة في مصر للفترة الجادة كابتان عيد حضرتك السنة اللي فاتت كنت حققت من جز فرينت أن أنت نجحت في ثلاث درجات مختلفة أو يعني في ثلاث أماكن مختلفة سواء الأول التأهل لدور المحترفين مع النجوم قبلها كان مع اتحادل الشرطة لا مع بني عبيد قبلها مع بني عبيد وبعد كده كمان في لفيينة الأول اشرحنا ايه اللي انت عملته دوت ليه برضو تنقلت ما بين الاثنين دولت رحت في الآخر وصلت ليه لفيينة طبعا يعني بداية في بني عبيد أنا مسكت للفريق بعد ثمان ماتشاط كان الفريق في المركز الرابع وقدرت تصعد لدور الممتسبة مع فريق بني عبيد أنا حققنا التارجت اللي كان محقوق على حساب التحادل الشرطة أو المريخ أنا فيك ده ده مع النجوم ده بعد كده نفتح لها ده الأولانية كان في المجموعة مجموعة من أصعب المجميع في مصر كلها المجموعة التاسعة اللي كان فيها فرق جماهيرية كبيرة جدا بالقاس والزرق أو فرق جماهيرية كبيرة فرقة الأزازين بالفرق الكبيرة اللي دلوقتي برضه بينفس على الصعود ده فرق صعبة جدا وكان معنا دميوات وغزل دميوات فرق اللي عمي الدورة ممتاز كتير وفرق جماهيرية فكانت مجموعة صعبة جدا لأنه الحمد لله نصعد ببني عبيد ببني عبيد ممتاز به بعد كده خلصنا الموسم بالنسبة لنا فقدم الدوري خلصت شهر ثلاثة فالطويل ده أنا قدمت استقالت بعد نهاية الموسم وما فيش أي مشكلة حقاة الإنجاز اللي مطلوبة بعد كده انتقلت للنجوم بعدها كان الطارجت أن أنا أصعد دوري محترفين وكان في النص عندنا ماتشات كاسي مصر فاحنا الطارجت بالنسبة لنا البداية ما كانتش أحسن حاجة في أول ماتش خسيرنا في أول ماتش في الترقي والأمور الناس بدأت تشكك والكلام دوت والحمد لله ربنا قرمنا قدرنا ناخد أربع ماتشات مكسب واربعدة قدرنا نسعد أول على حساب تحت الشرطة والمريخ ونجبة سينة قدرنا نسعد لدور المحترفين وفي النص كان مباراة الإسماعيلي في كاس مصر قدرنا على الدور الـ 32 قدرنا على الدور الـ 32 أنت برضو فرقة في الدرجة الثالثة تقدر تكسب الإسماعيلي في إسماعانية في كاس مصر وتسعد لدور الـ 16 ديت إنجاز كبير الحمد لله وفرقة معنا كثير جدا الأمور بالنسبة لنا كانت ماشية بشكل جيد لحد قدمت استقلت بعدها بشوية صراحة الإدارة لم يحققت المطالب اللي كانت مطلوبة أو الاحتياجات اللي كانت موجودة بالنسبة للعيبة والنسبة للجهز الفني في حدة المستحقات حتى الآن اللي هي مستحقاتي في فنان النجوم وانا ما حصلتش عليها ولا أنا ولا الجهاز الفني بتاعي اللي كان موجود معايا عشان الناس بس بتتكلمين في حدث إن انت بتمشي ومشيت لي والكسة والحجائي كان عندنا بعدها مطش صموحة في الكاس برط انا مشيت قبل مطش بأسبوع عشان احنا ماخدناش حوق كان موضوع حوق ندوات ماخدنوش والحد دلوقت الحد الآن احنا ماخدنوش بس الحد بقى التجربة اللي بعديها كان عندي بعض العروض من دور المحترفين كتير ويمكن استردت نادي لفينة طبعا الاستقرار الإداري وأنا حابب بالجول شغل في منظومة احترافية منظومة احترافية كبيرة الحقيقة ساعدتني كتير جدا في البداية وفي نفس الوقت كان عندي عروض تاني وعروض يمكن بفلوس ضعف أو أضعف بس أنا قررت اللي أبقى موجود هنا لفينة عشان في البداية التدريبية انت بتبقى محتاج الأجواء والشغل وفي أماكن بتبقى كل الحاجات فيها متاحة وهناك كل الحاجات كانت الصراحة متاحة بالنسبة لنا وذلك ما قلتلك ما حصلش ناصب اللي احنا نكمل بقى بالمجموعة اللي معنا دي باللعبة كبيرة اللي معنا ديت وربنا وفقهم في اللي جاي بإذن الله التجربة دي والسرد اللي هو بتاعة الموسم اللي فات بس هيخدني السؤالين أولا أنا بس قبل التجربة دي كان فيه تجربة مع نادي الشمس نا فأنت كده دربت في الدرجة التانية والدرجة التالتة ودوري المحترفين على عكس مدربين تانيين حاليا موجودين على الساحة أعتقل لما بدهم بدهم من الممتاز على طول تمام بتشوف ان ده ممكن اندي لك الأفضلية فيما بعد ان انت بدأتها خطوة خطوة وتدركت مش بدأت من المرحلة الأخيرة على طول هشايف ان ده هيبقى بالنسبة لي ترقم خبرات انت اشتغلت في الدرجات اللي تحت تقدر تتعامل في الدرجات اللي تحت وتقدر تجيب اللعيبة من الدرجات اللي تحت كمان ديت نقطة كبيرة جدا محدش بيركز فيها بعض الناس او بعض المدربين اللي بتبدأ من فوق ممكن يبقى هو وضعه او الظروف خدمته او اشتغل على طول في الحتة اللي من فوق او هو ما كانش حابب ينزل يشتغل في الأجواء اللي تحت في بعض الناس بتقدر تشتغل ببعض الناس لأ يعني انا كالعيد برضو كنفس الفكرة عني يعني اللعبت من فهندية ملعبتش بممتاز بيه او بس اللعبت مع اندية صغيرة كتير وقدرت تشتغل حد موصلة اللقات مثلا ان انا بقى موجود في نات زمان كنادي كيمة ومنتخب مصر فدي تجربة عدت عليها وانا لعيب وعدت عليها وانا مدربة وشاف انها ستفرق كتير جدا معها في فترة وانا ما كنتش مستعجل الخطوة كان جالي شغل كتير جدا ان انا اشتغل في اجهزة فنية مع مدربين موجودين في الدور الممتاز وابقى تالت او تاني او تلم ده كله وانا ما وفقتش ورفضت وقلت انا شايف ان هي حتة التدريب وكامدير فني الامور بالنسبة لك تتحسن واحدة واحدة والامور ماشى بشكل كويس وقدرت اخذ خطوات كويسة فليه ارجع وليه احط النفس بالهتة ده اذا شايف اللي هل لنا الافضلية في حتة العين وتشوف بشكل كويس الترقم الخبرات اتعاملت مع كل الفئات في الدرجات كلها اللعيب اللي هو اللي تحت اللي في الدرجة التانية اللعيب الدور الممتاز فالموضع بالنسبة لكله اشاف اللي هو حاجة مميزة وتقدر تفيدني في المستقبل بعد كده اللي هو ان شاء الله يعني بتتمنى هو مستقبل كويس والظروف تساعدنا ان احنا نبقى موولين عن قريب بيزن الله في الدور الممتاز طيب ده كان الجانب الايجابي من التجربة دي فيه جانب ممكن يكون سلمي وممكن كنت برضه شايفه ايجابي بس هو راحيلك عن تحنيدا ده مش شايف ان انت كنتقدر تيجي عن نفسك شوية لو كمل تبقى خطوة تقربت جدا من الدور الممتاز يعني انت كل التجربة اللي انت بسكتها لغاية دلوقتي حققت فيها نتائج كويس لم ترحل مقالن ولا مرة اعتقد ففي نادي لافينا انت خلاص ماشي كويس على بعد نققات من القمة حتى لو ما تأهلتش فانت كده كده مش مطالب بالتآهل يعني او مش لازم التآهل في الاخر طمين فما كانش انتي تبقى خطوة بقى ان انت السنة الجاه تكون في الدور الممتاز تقربك منها وبرحيلك قد تكون بحتة عنها اخرت نفسك حتى لو عدة اشهر ممكن تأخرني شوية اكيد ده مليون في المية وانا زعلان اصلا انا مشيت من نادي لافينا لان بتربطني علاقة جيدة مع الادارة ومع اللاعبين كمان دي اهم النقطة بالنسبالي في كل الاوقات اللي اشتغلت فيها في كل الفرق دي اهم النقطة انا بطلع بيها من كل تجربة ان انا على تواصل مع 90-95% على الاقل من اللاعبة اللي معوجودة دي حاجة كويسة لكن انا في الاخر انا شفت من وجهة نظري ومن وجهة نظري انا ما باخدش قرار فردي من وجهة نظري ووجهة نظر الجهاز اللي احنا الامور مش هتبقى من نسبالنا احسن حاجة لو كملنا في الشغل في نادي لافينا شاف اللي انا شاف اللي هي يعني بالنسبالي بحط النقط على الحروف من بدري انا حتى لو حد هيجي يتكلم في حاجة مش بتاعته ايا كان بقى او رئيس النادي حد مسؤول في النادي او الكلام ده اقول له انت لينا خطوط عريضة احنا حطيتها من الاول الالتسيزم او في الاعداء الاولانية بنتكلم فيها هنفعش حد يتعدها انه ما يتعدها يتحمل بالنسبالك انا شاف برضو ان دي حاجة بالنسبالي ايجابية وسل للناس كلها تسجيل موقف او انا بما سجلت موقف بالنسبالي ان انا دلوقتي الموضوع بالنسبالي باشتغل انا باشتغل ديك حقك بطلع اللي عندي انت شايف ان شغلي مش ملتب كل واحد اتنين ثلاثة ممكن الكلام ده يحصل في الغرف المغلقة بيني بين رئيس النادي بين مانجلسك بيدربني الكلام ده كله لكن على العامة الموضوع بالنسبالي ما كانش يمفع الصراحة كابتان احمد عرفنا كده الناس بتبقى عرفة ان سفي بتاعها كابتان احمد عيد سواء كلها او كمدرب الانديا اللي ضربها طبعا ولكن الرخص تدريبية لحدها العالم كله بقى حالان بيتكلم عن القطاطية طبعا احنا ماخدناش رخص لان الاتحاد الافريقية في الرخص في 2016 لحد الان احنا فيه المفروض رخصة سمع المصار السريع ده بالنسبة للعبة الدوليين اللي هما احتزلت 2019 الرخص وقفة في مصر من 2016 واحنا في بعض المجنوع الدوليين لكن اللي داخل مصر او في افريقيا محدش خدها الحد الان من اللي هما بطلوا بعد 2016 منهم مثلا اللي معايا في الساد معوض جده عسام الحضر خدها من برا مصر برضو في امير عبدالسلام نجاح كل المجموع دي كلها احنا عرب الجروب بتاع الاتحاد الافريقيا حاليا مستنين بقى ان حوالي خمس شهور هناخد اللي هي المصار السريعي ده تقسيه والبي مع بعض مفروض اللي هي بناخدها عشان احنا كعبة دولية اللي بقليكوا افضلية وكمان انت الرخصة معقوفة من بادري جدا لحد دلوقتي مش بيدينا كان جاتلي فورسة اللي نطلع دورات خارج مصر بس للأسف كان عندي شغلي وما كان شهيم في عسيبي الفرقة في وسط السيزون وما قدرتش اطلع لكن الفترة الجادة ان شاء الله يعني ممكن خلال الاسبوع الجاية والنبعد وزلناها يعني اطلع اخد الدورة الاساوية كابتن احمد اسلوب لعبك بقى كمدرم يكون المدرم بيبقى داما لمدرسة بيانتمي بيها فحضرات ايه اسلوب لعبك التدريبي بقى اننا يعني طبعا تجاربك كلها برضو ما كانش فيه ممكن لافيانا ايه لموزاعة في سنين بشكل انما ايه بقى الاسلوب اللعب متوازن جدا في الحتة الهجومية ودفاعية اه بحب الهواء الاربعة ثلاثة دي المفضلة بتاعتي بتتحول برضو بعض الاوقات اربعة 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 اتنين وانما اقلب اربعة اربعة اتنين دايمونت دياد برضو الحاجات اللي تبقى بالنسبة لي مميزة في ملعبي كمان في ملعب اللي في انا كنت تبقى لعبها اكتر الملعب مش كبير ويساعدني كتير جدا في الضغط فكنت بقى بشتغل ضغط عالي وما بالعب بالطريقات بشتغل ضغط عالي بتفري معي كتير جدا على ملعبي اللي هو عرايب للجوان على طول اه انا يعني اه يعني متوازن جدا انت لو شوفنا بالسانات دي التجربة انا بعد ما مشيت من لا فيينا يعتبر كنت اقوى خط هجوم كنت تاني اقوى خطت فاع بعد وادي دجلا كنت مسجل 16 هدف ودخل فينا 8 اهداف الرقم معقول بالنسبة لتسع ماتشاط التسع ماتشاط اول 10 ماتشاط اللي انا كنت مساكل فكان رقم كويس بالنسبة لنا يعني وفي نفس الوقت انا يعني بحب اشتغل ضغطي عالي على طول من من فوق بس بقى التنظيم بقى وانا واخد مدارس كتير يعني اشتغلت مع مدارس كتير جدا ع فريرا مع كابتن حلم طولان من نسب منظمة جدا كابتن طريق العشري كابتن طريق العشري في الحتة الدفعية ديت برضو مدرسة مدرسة كبيرة جدا انا اشتغلت مع كتير حسان شاحتة طبعا جورفان فيرا جورفان فيرا فانا بالنسبة لي يعني انا متأثر جدا بفريرا يعني اه اه اغلبية الشغل اللي خدته من الراجل اه او المذاكرة اللي بذاكري على الشغل بتاع الراجل بتاع فريرا لان شاف ان هو متوازن من شكل كبير جدا هو سواء دفعيا او هجوميا بس هو انا يمكن انا اه اه متهور شوية منه بقى خسران يعني اه اه بحب برجع في النتيجة فهو ممكن يكون الراجل عنده حتة التوازن اكتر اه طبعا هي بتبقى خبرات ومحتاجك تسم خبرات بس انا اما بقى خسران بحاول ان انا اشتغل اطور في الحتة الهجومية بشكل كبير وممكن اه اه اطهور شوية عندي سؤال وشعب ممكن يكون غريب او لا انما اه في اول تجربة خالص نادي الشمس فحضراتك كنت لسه بتقول انت بسهب الظروف تابة مصر كنت لسه ما حصلتش على اللي هي الراقص التدريبية وانت ما اشتغلتش قبل كده كمساعد في حتة جات منين فكرة قصة ان هما ارادوا عليه كانت سبب مدرب وانت لما نزلت اول كده متدريب اللي هو كنت اعملت ايه مبدئين انا ما كانتش الشمس اول حاجة انا جولدي اول حاجة دي 2019 بعد ما اعتزلت موشارة هو كان رئيس نادي جولدي الكابتل هاني سعيد كان نعم راجل فاضل يعني هو بيحب اللعيبة اللي عندهم يعني عندهم كاريزمة عندهم شخصية ايه ممكن كان احمد عبدالغاني برضو كان اشتغل بدايته في جولدي كمدرب ابراهيم سعيد نفس الكلام كمدرب اشتغل في جولدي هو بيحب اللعيبة اللي هما لسه مبطلين ويشتغلوا وابقى جايب اللعيب هو لسه طوزة من الملعب على التدريب على طول اشتغلت طبعا في جولدي وابقى جولدي برضو دي فترة اشتغلت فيها شهرين وفي الممتاز بالطول كتفرين نجوم كان لسه نازل مع الدور الممتاز اشتغلت شهرين وكنت ماشي كمان بعمل شكل كويس بس ما كملتش برضو النفس الظروف اللي هي من النجوم بسببها هي نفس الظروف فانا اشتغلت على التجارب هو السؤال مش غريبة على فكرة واجهة اشتغلت على التجارب اللي انا خدتها من المدربين او الشغل اللي مبدئيا انا كنت اشتغل اغلبية الشغل بتاع فريرا بعد ما بطلت بداية بدأت اشتغل وبدأت اذاكر واحدة واحدة لمدربين كتير جدا وبدأت احضر محاضرات لايف لبعض الناس لبعض المدربين الكبار في العالم والحتة ديات برضو مهمة جدا وفرقت معايا بدأت ادور على اساليب لعب وفي التقفل الدفاع في الحتة الهجومة فالحاجات دي كلها تزاكر بشكل شخصي عشان مدام الدورات التدريبية مقفولة من مصر اشتغلت كتير في الحتة ديت الحمدلله وشايف ان هي طالما انت عندك الزكاء اللي انت تقدر تستوعب الحاجات ديت ممكن ديتو بقى اكبر افادة ليك اكتر من طبعا حتة الانت تبقى موجود في الملعب ديت مهمة جدا بيعد عليك مواقف كتير وتقدر تصلح للعابة ازاي وتقدر تشتغل مع اللعابة ازاي في الملعب بس دي دي كانت فدتني كتير جدا الصراع يعني بداية من جولدي وبعدين النجوم وبعدين الشمس بداية عبيت بقى بالنجوم حصدك اول لما مسكت مع اللعب مثلا او عيب حطيت مفاقف روتي صرف فيه وانا قلت طبعا اعمل شي ايدي انا مش واخد على كده او حاجة زي اي حاجة زي من ازاي القبيل لا الحمدلله يعني الامور بالنسبة لي كانت كويسة في اغلب الاوقات يمكن كان جدت انا اول ما اشتغلت كان مدير فني كان معايا عبدالسلام نجاح مدرب عام اه طبعا عبدالسلام نجاح كان معايا كنا دايما احنا متفقين من اول من بداية اي مكان بروح اشتغل فيه بحط الهدود بيني وبين اللعيب انا في الملعب حاجة هنشتغل في الملعب مش هتتعدى حدودك مش هتغلط في حد زميلك مش هتساوي برا الملعب انا صاحبك وعاديين من احسر ونتحك مع بعض ففي الاخر الحمدلله الحمدلله الحتة داتة يمكن معرض يتنشت كتير لمواكف بس في برضو بعض المواكف يمكن اه اخيرها كان مثلا اه اه في بنع بيت حصل مواكف ان اه كان فيه لعيب اه كان لعيب كمان كبير تعدى حدوده في الملعب وكانت مفاجئة اللعبان ان هو مش مبقاش موجود بعد كده او تلع برا الفرقة خالص ومبقاش موجود وكان من اللعب الاساوي كان لعيب مهم وتلع برا الفرقة والامور مشيت ومفيش حاجة حصلت وبعدها نكسب والدنيا ماشية بشكل كويس فانا عندي مبدأ كبير جدا في الحتة دي في حتة اي لعين بيتعدى حدوده في اي حاجة ان ما فيش لعيب اهم من الفرقة الجماعة تكسب اي حد يعني بنشوف حاليا حتى في التعينات الاخيرة بعض التعينات للمنتخبات مصر اه في الهال الفين وسبعة الفين وخمسة اللي هي قصدي الفئات العورة الصغره جدا اسماء يمكن اقتل حتى من كابتان احمد عيد كسيفيك حتى كتدريبي مش بس كلاعب دولي فا اولا اولا هل بتفكر لو اتعرض عليك حاجة زي دي تقبلها ولا لا ثانيا هل بتشوف ان هي خطوة للامام انك تدرب فئات عمرية اصغر بس منتخب مصر ولا ان انت تستمر كرجل اول في مثلا لو ريك واحترفين ده يبقى اعلى انا شايف طبعا هي حاجة كويسة لأي حد يبقى يمسك منتخب مصر واستفاد لكن شايف برضو في نفس الوقت ان هي هي هتخليك في المكان ده على طول انا مش هتزوقك اغلبية الناس اللي اشتغلت في الاماكن الا بعض الناس بس يمكن كابتن شوق غريد مثلا هالة اغلبية المدربين بس كان بدأ من قبلها اه كان بدأ من قبلها اغلبية المدربين اللي بيشتغلوا في الفئات العمرية الزغيرة ديت بشوف اللي ام اه ممكن يشتغل وممكن ينجح ويمكن كل حاجة بس ما بيروحش اللي بعيد في التدريب دي وجهة نظر بيحصروا نفسهم في الحتة دي اه اغلبية الناس بتحصرهم في الحتة ديت وبشتغل دايما في حتى في الفئات العمرية الزغيرة حتى لو راح نادي اشتغل مدير القطاع او اشتغل في الحتة ديت هو خط خبرات في الحتة ديت واشتغل فيها اه اه شايف طبعا اه ان الشغل تبقى مدير فني كان فريق اول ايا كان انت بتشتغل درجة تانية درجة تالتة دور محترف الدور ممتاز اه بيخلي فرصك اكبر في المجال في المجال انت تبقى متشاف وتروح اه لمكان بعيد يعني في الشغل طب النفس الكلام ده بانطبق على مهمة الرجل التاني في جهاز فني للزمالك لا دي مختلفة انت بتشتغل و بتاخد خبرات و بتشغل مع فريق اول و بتشتغل مع مثلا لو مدير فني اجنبي الموضوع يفرق كتير جدا و ناس كتير جدا استفادت من الموضوع دوت من سواء في الزمالك سواء في الاهل سواء في اي نادي بتشتغل مع مدارس مختلفة او مدارس اجنبيات استفاد منهم كتير انا كالعيد بقولك انا متأثر بفريرة حد دلوقتي وكنت العيد وبشتغل على نفس الشغل بتاعه و نفس الشكل و نفس التكتيج بتاعه لكن طبعا الشغل في الزمالك مع مدير فن اجنبي يفيد اي حد كتير كلاعب كنت مسؤول عن نفسك بس و كانت بتاخد عنك انطباع انك عصمي و انك بتاع مشاكل يعني او بتطرب بتتخانئ كتير كمدرب الموضوع اختلف بقيت مشاكلة اقل مع الهكم دلو فيه اصلا حسيت ان الموضوع بقى اصعب بما انك انت يعني موضوع متعلق بك وبالمجموعة كلها مش بك انت بس طبعا الموضوع اختلف كتير جد وفرق و من بداية التدريب لحد دلوقتي كل يوم بكتسب خبرات و الموضوع بيبقى اهدى شوية من قبل كده و حصل مواقف كتير جدا طبعا معي في الدوريات و السنة دي خصوصا فانت طبعا مسؤول عن تلسيل لعيب فانت بتبقى مراية لللعيبة وبتنقل هدوءك او عصبيتك لللعيبة في الملعب ده شي كبير جدا بيأثر على اللعيبة و خصوصا ما يكونوا اللعيبة عندهم مرتبط كبير بك فديت نقطة وهم شايفين اللعيبة بتبقى شايفة ده كويس اللعيم بيوزكي جدا بيبقى حاسس مدرب بتاعهم متوتر او متعصب او هادي او مدكسكة الحاجان دي كلها طبعا متفرق كتير جدا و شايف من الامور بالنسبة لي طبعا مختلفة كتير جدا عن ما كنت لعب و يمكن في بعض الماتشوات حصل مواقف كتير جدا السنة دي مثلا مواقف من المواقف انا كنت بقى لعب بطروجيت في الدوري جي فيها جون فاول دي فاول مش طبيعي هي فاول طبعا ما فيش فار فالحاكم مرجعش هي فاول و دخلت فيها جون فاول ديها في الشوت و بيجي فينا جون فاول ديها في الشوت الاول فخارج خصاني 2-0 والامور متعصبة جدا واللعابة داخلها و كان اول مواقف تحط فيه في الدوري و كنا ماشيين و احنا كنا لازم نكسب المواقف عشان تصندر الدوري و ما نموتش على ملعبك و الفرقة ما بتخسرش على ملعبك حاجات كتير جدا فهو اللعبة داخلين متوكين لان انا هدخل او اسائر عليهم في الاوضة و الموضوع سيبقى صعب جدا بالنسباني فانا دخلت الاوضة و حدت الدنيا خالص و احنا نلعب في ملعبنا عيب ان احنا نطلع خسرانين و الموضوع بالنسبان محدش يجي كسبنا في ملعبنا اولا احنا عزين نلعب القرى بتاعتنا اللي نلعبها مع ان احنا كنا الشوت الاولان احنا مضيعين فرص كتير جدا احنا جاي فينا جونا في اول الشوت و جونا في اخر الشوت فيش فرصة تاني من البتروجيت احنا نلعب بتاعتنا اربع فرص و انتوا الاحسد و انتوا تقدروا يعني الحاجة فرقت نفسينا مع نوعينا الحمد لله مع اللعب نزلنا الشوتكنا يكسبنا ثلاثة اتنين على ملعبك و كسبت ثلاثة اتنين و مستحوز و مسيطر و حادت فرقت بتروجيت من فرقة كبيرة جدا في الدول و هم تصندرين لحد دلوقتي عمد كابتن سايد عيد مدرب كبير و متمرس درت ترجع عليهم و تكسبهم فدي حاجة كبيرة و دي نقطة من نقطة يعني كانت السنة دي فرقة معايا كتير جدا و فرقة معايا مع اللعبها نفسهم يعني هم حسوا امت خلاص امت بتقدر امت امت تتحدي امت امت تشد امت الامور بقت احسن كتير هتبقى المحاضرة دي اولا و انت و رايح علشان بين الشيطين و الحاكم صفر و رايح في الطريق طريق طويل كمالا بيننا فكرت في مين في الاول المدربين اللي مروا عليك و انت مروا عليك بلدرس كتير يعني كابتن حسن انت حياته الشخص الهادي بيحمسه انضربت تحقيق حسام حسن و ده ناس لواحد من اللي بيبه خسرانين تبقى سلاحه ان هو يعنف اللعيب عشان يحسسه و انت لازم تنزلت موته و نفسه و الشيط التاني فكرت في مين و انت ماشي و قلت مين ان ده كان احسن حد بيجيب معايا فانا لازم ان انا اعمل زيه لا اول هانا انا مفكرتش في حد فكرت ان اللعيبة لسه صغيرة في السن همحتاجين دافعة كويسة مش محتاجين اللي هم يشدوا اكتر هم محطوطين في موقف صعب فانت لازم تطلعهم يعني انا هي يعني هي جات من عند ربنا حاجة جات من عند ربنا انت تخش تبقى هادي لازم تبقى هادي معاني كان ماشي حوالي شخصين ثلاثة يعني انت فاهم ممكن يكونوا بيشهنوا 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 فانا ماشي يعني من حظ ان الطريقة طويل بفكر وانا ماشي بفكر وباخدوا بدي مع نفسي وصلت ان انا اخش اتكلم بالطريقة فدي حاجة كانت من عند ربنا الحمد والله وحاجة جابت نتيجة كبيرة جدا وانا شاف ان هي اسلم حواصلين تلعب الكورة برضو انت مش محتاج اللي كل شوية في بعض الاوقات انت محتاج اللعيم اللي هو بيتدلع انا شاف ان اللعيمة كانوا عمدين اللي عندهم الشوت الاولاني وراكين والضيعين باد لك في كورة فاول ليك اصلا ما حسابش بتيجي جون وفي اخر الشوت واحدة جون التاني في مرتدة فطبيعي يعني يحصل في مانشوت وانت فاتح الملعب فانا شافت ان ده اه ايه اللي عمل اللعيفة في الملعب فانا مش هدوس عليه اكتر يعني الصراحة يعني فدي حاجة جات من عند ربنا وانهام من عند ربنا يعني الحمد محضرتك في اول ماتش مع جلدي هي هيها بنفس الترتيب ونفس النظام وكل حاجة بتاعت ماتش بيترجيتا او ماتش الاسماعيلي مع النجوم ولا في تطور وفتناكم في مرة طبعا في تطور بداية يعني كان ماتشات ودية لكن اول ماتش رسمي طبعا الموضوع كنت في ماتشات ودية مع جلدي بدي محضرات وبحاول احضر واشتغل وكان بيبقى عندي نواقص وكانت حاجات بتهرب مننا لكن دلوقتي انت بتبقى مع كل ما بتشتغل يوم والتاني والكلام دة كله زي ما بتطلع بالظبط قدام الكاميرا ان دة دلوقتي بتطلع قدام الكاميرا الاول كرت بتطلع متانشين مثلا متانشين بتاع مش عارفينه الكلام انا شخصيا reading west اول مرة اتكلم متانشين وبتاع وحاجات بيتهرب مني والكلام بهرب مني دلوقتي الموضوع اختلف هو نفس المحضور بتقدر ترتب اكتر وتقدر تشتغل وتقدر تبقى هادي وتبقى دارسين الفرقة اللي انت هتلعبها بتتكلم في الكورساب تقيمتها بالحاجان دي كلها طبعا الموضوع اختلف كتير جدا بتتكلم في برضو بعالي خمس سنين او اربع سنين متتالب تشتغل من سرقة لسرقة كل ما دا الموضوع بيزيد للأحسن يعني الحمد لله روح للزمالك تمام السئلة للزمالك بقى دي يعني طبعا حضرك واحد من نجوم نادي زمالك وطبعا تشجيعك الاول والاخيرة والزمالك كابتن معتمد جمال خمس متشاط بخمس انتصارات علامة كاملة تلاتة في الدوري واحد في الكاس وعفوا تلاتة في كونفيدرالية واحد دوري واحد كاس هل انت مع استمراره لرهاية الموسم بعد النتائج دي ولا ما زل انت شايف زي ما ناس كتير برضو شايفة ان زمالك تحاجة الى مدير فني اجنب بص يعني خلينا المبداية ان كابتن معتمد عمال حالة جوال في رحلة كويسة وده واضح من التعامل اللاعبة معاه وواضح من الاورب الناعب منه ووقفا معاي بشكل كبير جدا وده تحسب ولا كابتن معتمد ووتحسب للعب برضو الكبيرة اللي موجودة في الفرقة واللمال موجودة يعني والحالة اللي حصلت في ماتش بيرامجز وبعد ماتش بيراميز هي السبب ان الفرقة وقف على رجلية في الحالة دي هتلحد دلوقتي انا مش مع النكابتن ما اعتمد يكمل لوحده الاسر الموسم مع وجود مدير فن اجنبي بس ده ارتبط بان انت هتفتح كيد مش هتفتح كيد هتجيب صفقات مش هتجيب صفقات دي كلها التلات حاجات دول مرتبطين ببعض اولا تفتح كيد تجيب صفقات مدير فن اجنبي طيب ما هو اللي بيقال حاليا ان الزمالك وحالته المادية ده لم يصرح به بشكل رسمي من الزمالك ولكن تقرير على القلب تقول كده ان حالة الزمالك المادية لا تسمح بالاثنين معا اما ان انت تجيب مدرب اجنبي وما تفتحش القيد تؤجل لغا دفع الغرامة وفتح القيد او ان انت تفتح القيد وتجيب صفقات في يناير بس مش هيبقى معاك فنوس تكمل ان انت تجيب مدرب اجنبي فلو كنت صاحب القرار وعليك ان تختار بين الاثنين دول هتختار ايه فو انا يعني انا مش هحط نفسي في حتة صاحب القرار انا دلوقتي مشجع للنادي طب تفضل ايه كمشجع لا انا مش هفضل يعني افضل الاثنين مع بعض يعني انا اكلم بصراحة انا من اكتر الناس اللي دعمت الماكلز دوات قبل الانتخابات وكنت مع الناس وكنت عايزهم ينجحوا فرد فرد في النادي وهم اه قالوا كلام بيتهيق لي هم قدوا يعني انا بيتهيق لي يعني هم وعدوا ان فتح القيد حيبقى قبل يناير اه قبل يناير وهم قالوا موضوع فتح القيد كابتان حسن الله بيب نفسه تلعي تكلم قبل ما ينجح في الانتخابات اول حاجة عاملها من تاني يوم هفتحك كده احنا انا عارف اللي هي من تاني يوم دي مجازا يعني اللي هو في يناير هيفتح في يناير يعني فانت طالما قلت الكلمة فالطبيج اللي انت تبقى بس اللي لا اعادوش ان هم في مدير فن اجنبي اه 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 اهم ما اعادوش بداية اه طبعا بس ده طبيعي قالك فيه يعني وانت هتفتحك كده هو ايه اللي هي اللي هيأثر عليك اللي انت تجيب مدير فن اجنبي يعني انت هتتفعله مقدم كبير مسلا ولا هتتفعل حاجة كبيرة اما هو برضو مبلغ انت هتتكلم حتى لو هياخد شقر ومقدم ده برضو مش مبلغ اللي هو الواو يعني اللي انت تقدر تتعايد مع مدير فن لازم الاثنين مع بعض فلازم الاثنين مع بعض طبعا ولازم يكون في نص الاثنين تشتغل على صفقات طبعا ملقودة معاك تقدر تكمل معاك اه البطولات اللي انت بتلعب فيها بتولة الكونفيدرالية الناس شايفة اللي احنا ماشيين في المجموعات كواس لا المجموعة فسهل مما يكون يعني برضو من الكلام اللي بتقال ان هو ماشي ممكن تفتح القيد ممكن اه تجيب صفقات ولكن تأجل المدرب الاجنبي على اقل حتى بعد اه اخر التوقف بتاع امم افريقيا بحيث ستكون وفرت شوية من مرتبه شايف ان ده برضو ساعتها هتبقى حقيقة صح ولا ما ينفعش اصلا تعمل كده لا ما ينفعش طبعا لان انت اصلا هتجيب مدرب اجنبي يشتغل الفترة بتاع التوقف هو اي مدير فني بيشتغل بيحب يشتغل في فترة التوقف هو اللي نفعنا الدوري توقف ساعة حدسة امبي طبعا اه اه ساعة ماتش امبي والدفاع الجوي فديه نفعة في الرقب بشكل كبير جدا قاعد يشتغل معنا فترة كبيرة جدا وبعدها يحفز ويشتغل وخلاص احنا اخدنا على سلوب اللعب بتاعه فرق من اول اسبوع هو اول اسبوع بتفرجنا على نفسنا يوميا في الفيديوهات بنعمل حاجات غريبة في القورة تاني اسبوع بفرجك على نفسك او تالت اسبوع انت بقيت وصلت الليفل الكويس وحاجة محترمة في القورة اللي هو بيطلمه فلا طبعا ما ينفعش خورس الزمالك قرر مؤسرا عودة السلاسي المعاقب فتوح وزناري وصبحي للتدريبات هل انت مع عودتهم للمشاركة بشكل طبيعي ورفع قرار عرضهم للبيع خلاص ما ببعدنا اخذوا عقوبتهم ولا مع مشاركتهم واستمرار عرضهم للبيع فتوحن الطبيعي اللي هو عقده بيخلص وصبح نفس الكلام بالزبط شايف اللي هم لو ما جدنوش للنادي يبقوا موودين في الفرقة وما يلعبوش ما يلعبوش طبعا انت بس بيخل مرتبهم اه بياخد مرتبه هياخد مرتبه ويلعب هو كده هو مش فارق مع الفرقة اولا انا بالنسبة لنا شايف دلوقتي حاليا هم مش فارقين مع الفرقة فرقة مشها بشكل كويس او ممكن يبقى ليهم احتياجات بعد كده انت خدت قرار انت ما بيتربيش حد لحد تاني او ما بتجهزوش ما بتجهز حد لحد تاني دي وجهة نظر بقى في الكورة ممكن الناس تبقى مختلفة معايا لكن ده اللي انا شايفه شايفه الصحب من وجهة نظر انا شخصيا يعني وانا خلاص طب انا هلعبو دلوقتي الفترة دي هلعبو هلعبو ليه طب انا هحط واحد مكانه او هشوف حد صفقة في يناير مكانه يبقى موضوط ويشتغل وياخد الشغل الفترة اللي جاي هو ويكمل معايا ياخد ثقة للسيزون الجديد يبقى موجود بشكل مبير جدا يعني على وجهة نظري هو لو جدده يبقى موجودين مع فرقة ويرعب وخلاص وقف الله عن مسألة اه مصطفى الزناري كده كده عاده مستمير عاده مستمير ده اه يعني يعني يبقى هو زيه زيهم المعبود مع السرقة ورؤية بقى الناس في النادي هو يكمل يمشي بعد السيزون دي حاجة تاني يعني بتاعت النادي وبتاعت المدير الفن اللي هيبقى موجود الزمالك ارتبط زي ما انتم كنتم تقول دولتين تجيل لعيبة في يناير علشان بممكن تعوض مثلا واحد زي فتوح او كده ولا هو مش عايز يجدد وخلاص تعتمد عليه الزمالك ارتبط ببعض لعيبة درجة تانية مؤخرا يعني في الاعلام على الاقل برضو هل شايف فعلا ان من خلال تجربت كده في درجة تانية في لعيبة تصلح لان زمالك وهل بقى رشحت احد اللاعبين قبل كده حتى لو مش عايز تقول اسماء علشان لا تضيع عشي الصفافات برضو انا معاك يعني اه وطبعا يعني انا شايف وجهة نظر دايما بقولها على طول وبكتب عنها على طول ان تسعين في المئة من لعيبة مصر قريبين من بعض قريبين من بعض في الكواليتي الكورا ودي بتشمل المحترفين كمان مع الممتاز مش بس الممتاز محترفين ممتاز درجة تانية انا شايف ان الامور قريبة يعني الى حد كبير جدا كمان قريبة جدا في انا بكلمك في كواليتي للاعيب الكورا اه الموهبة في مواهب تحت مش متشافة بشكل كبير جدا انا اشتغلت في الدرجات وشايف وانت بتتكلم النهاردة يعني انت بتتكلم النهاردة في لعب اصلا في الدور الممتاز اه لو عدت لك اسامي هم جايين من الدرجة التانية اه يعني متشافين من الدرجة التانية وتلعوا لعبوا منتخبات يعني لو عدت مش مش هاخلص يعني من الحاجات لكن انا وجهة نظري اللي انا شايفه دي فيه لعبة طبعا كتيرة تصل تبقى موجودة اه ورايبين باتكلم في اربع خمس لعبة اللي ممكن يبقوا مختلفين خالص في الدور الممتاز المصري عن باقي المجموعة خالص اللي هو يوميا بيطور نفسه في الكورة في الحاجات دي كلها يعني مسلا واحد اه عبدالله سعيد زيزو اه شيكابالا اه يعني واكلمك يعني من الكلمة المصريين بس طبعا مش هاخترفين يعني مسلا انا شايف ان محمد عبد المناني اللعبة برضو المحمد الشناوي الشناوي بتتكلم برضو اللعبة منتخب مصر في الناخر مادة تأثير اللعبة على الفرعة بيبقى عملا انه تنرضى الوينش تأثير على العب على فرعة نزملك عمل ازاي كبير جد طبعا فهو ده بقى الاختلاق لكن انت مدعيب وما فيش تأثير والامور ماشا نفس الكلام زي ما انت موجود فانوضوع مش فرق كتير لكن انا رشحت طبعا بعض الناس اللعب نزمالك اللعبة اللعبة من لا فيينا ومن اندها تاني برضو عشان لنا لكن في لعبة لعبة محترمة جدا 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 وتقدر تلعب حاليا يجبوا موجودين في فرعة نزمالك يجبوا موجودين والشارك وبشكل اساسي كمان مع عودة الوينش قريبة ان شاء الله من الاصابة ايه فرص الزمالك في المنافسة على الدوري والكونفدرالي السنالي في راية ده برضو مرتبط باللي انت تشتغل على صفكتين ثلاثة كمان مع رجوع الوينش اه لو موضوع في الطوحة الحل اه برضو اه اضافة قوي اضافة طبعا الفرص الزمالك في المنافسة على كونفدرالي وكاسمس والدور انا شاف الموضوع قريب بس انت تبقى في الدوري بالنسبة لك انا شاف الفرص كونفدرالي كبيرة ان شاء الله وفي النهاية كاسمسر انت تعرف هو ماتش واحد برضو وفرص فرص كبيرة برضو لكن الدوري محتاج شغل كتير جدا انت ما بقاش عندك رفاية لانت تفيد نقط تفاقد في اول سبق اصبع عشر نقط كتير جدا فانت بتتكلم انت محتاج برضو صفكتين ثلاثة او او اربعة كمان مع رجوع الوينش لو موضوع وقفت طولات حل ولعيبها بقوانيتي كويس يبقوا منشافين في الاماكن انت عندك فعنواقس بشكل كبير تقدر تشتغل وتنفس على الدورة احنا السنة اللي قبل ان نفاتك مع فريرا انت فريرا مسك الفرقة اتغلب اول ماطشين تقريبا واتغلب من الجيش واتغلب ماطشي تاني في الدوري واتغلب من الوداد بعد كده اسا هو الموضوع عاوز تنظيم بشكل كبير جدا وعايز الشكل والنروح جوه الفرقة ازاي الفترة اللي فاتت مع التنظيم ومع الاضافات مع جدير الفن الاجنب نروح لمنتخب مصر منتخب مصر مقبل طبعا على امم افريقيا اللي حضرتك هي مكسبتها مرطيا مع منتخب مصر وفي جيل التاريخ اولا ايه تقييمة لمنتخب مصر تحت قادة شايف في تطور تطور عن الفترات الذي قبل خدا مش هقول شكل كبير قوي بس في تطور عن الفترات الذي قبل خدا مش هقول شكل الفرقة في الاداء في الروح اللي مختلفة مع الرجل يمكن الفترات اللي قبل فيتوريا كنا ممكن تكن بتكسب مطشول للتصفيات وفي الحاجة اد Vilc الاداء بالمجمل مش احسن حاجة وفي بعض المتشاط برضو مع الراجل مع فيتوريا انت مش احسن حاجة بس انت بتتكلم على الاداء بتحسن وعندك نتايج كبيرة نتايج جايك مع الراجل كبيرة جد يعني الصراحة في المتشاط اللي هو العبع كلها بحقق نتايج كبيرة وحتى تحط في مواقف الصراحة ما تحط في مواقف متش بالجي كدوات انا كنت حاسس ان حننهار هتبقى بعيد وكان في ياملا تنجربة مع كابتن ايام جلا وقدم كوريا الجنوبية خسورنا بسكور فاندقى قلت هتبقى بعيد لكن الحقيقة شفت الشغل في الملعب وشفت الاداء وشفت اللعيبة وهو عمل حالة كويسة بينه وبين اللعيبة طبعا حاجة كويسة وشايف ان المنتخب في التطور يعني الفترة ديت والمنتخب يقدر في كاس الأمم يحقق يحقق طبعا يبقى موجود على اقل يوصل لبعيد او في البطولة ويقدر ياخد البطولة ما فيش موش في الأمم فاندقى فاندقى يعني المنتخب مصر قادر على فوز بغوم افريقيا بالمجموعة الحالية يعني اه قادر لكن احنا في الدفاع عندنا حجازي لسه راجع والوينش غايم فاندقى اكبر مشكلة اعتقد ان بتواجه المنتخب اه هي عادية النقطة العسل بس حجازي خلاص تشاري وشاري اعتقد ان دقاء يبقى موجود يبقى موجود بعد كاس الأمم عندها في التجامع اللي جاي يبقى موجود في المنتخب وحنا النهاردة بتتكلام في الوينش برضو نازل التدريبات الجماعية يا رب يلحق عشو عارف يلحق ولا اه فيه كمان يعني انا بوجهة نظر يعني من لعبا اللي تستحق بموجود سامة جانيل استحق يبقى موجود في المنتخب مصر بشكل كبير جدا وبيشارك الفترة اللي فاتت مع بان رامز وماشي بشكل كويس قوي كمان يعني شاف اللي هو لازم يبقى موجود وياخد فرصة هو لعب كمان دولي من يعني بيشتغل في الأعمار السنية الزغيرة وبشتغل مع المنتخب الأولمبياء في لعبين تانيين شايف ان هم يستحقوا ينضموا المنتخب ما كانوش ينضموا الفترة الأخيرة سواء في الدفاع او فضيره وانا شايف ان في نص الملع محتاج حد يبقى موجود شايف ان واحدة واحدة دونج بدأ يرجع ياخد هو العلم دولي في الأساس كمان وانت عندك ناقص كمان بعد اعتزال طارق دوليا خسارة كبيرة طبعا لمنتخب مصر في البطولة على اقل يعني الدجاية ديت محتاج حد في المكان دي طبعا واقول ان ممكن يكون دونجا بعد الخمس ست ماشرات اللي فاتوا اشتغل بشكل كويس ماشي بشكل كويس ممكن يبقى يبقى موجود يقدر يبقى موجود في المنتخب يعني ردك على ما يقال من بعض المحلين ان زيزو مش بيقدي مع منتخب مصر ونفس الأداء والتقلق بتاع الزمانك رغم ان افسان زيزو في منتخب مصر بالرش في مركزه الأساسي ومش جناح يمينه وما ينفعش للعب أي حد في وجود صلاح ردك على الكلام دي زيزو لعب مؤسر جدا 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 سواء مع الزمالك او منتخب مصر منتخب مصر في التشكيلة اللي موجودة هو لعب كوالدي مختلف والرجل بيحط في نص الملعب عشان هو حاجة مختلفة عن بقى لعبة نص الملعب اللي هو الرجل اللي بيشتغل بيوم سواء حمد فتحي مرون طريق حامدة ما كان بيلعب محمود حمد اي حد في نص الملعب هو مختلف عن الناس كلها في حتة نص الملعب بيقدر يزود في الحتة الهجومية في بعض الاوقات شاهدنا بعض الماتشات هو الراجل في الماتش جيبوتي اشتغل بزيزو ناحية اليمينو اشتغل صلاح شادو سترايكر في بعض الاوقات يعني بتحل كتير جدا في الملعب زيزو لا يمكن استغناء عنه في منتخب مصر ومش بيلعب في مكانه وحتى الراجل يعني ما بيقدرش يستغناء عنه ومش بيلعب في مكانه الناس تعرف مدى مدى تأثير جيزو في المنتخب والعيم الاكتر شراسة في الدور المصري اخر الاربع سنين واكتر ثبات للمستوى واكتر تأثير مع الزمانك واكتر اهداف واكتر اسس يعني اكتر كل حاجة صراحة يستحق الصراحة اللي هو يتقال عليه دلوقتي يعني احسن لعب في مصر احسن لعب في مصر طبعا يعني بعيدة يعني اي حد الفترة ديت يعني نفس المشكلة برضو بالنسبة لعمر مرموش مع منتخب مصر يعني احنا عندنا دلوقتي زيزو في الاساس هو جناح يمين بس بنتوظفه كخط وسط عشان صلاح لا يمس عمر مرموش في الاساس هو مهاجم صريح بس في مصطفى محمد وبردو كجناح شمال في تريزيجيب ازاي تقدر تستفيد من كل اللعيبة ديت ممكن توظفهم ازاي ومين مفروض يبقى ليه افضلية على مين من خلال رؤيتك المستوى كل اللعيبة دي على ماتشوات المنتخب اللي فاتت بالتشكيل هيبقى ماشي زي ما هو تريزيجينا حتى الشمال صلاحنا حتى اليمين مصطفى محمد رأس حربة هو في نص الملعب الاختلاف في نص الملعب انت هتحط مين في نص الملعب ماروان محمود حمادة حمدي فاتحي هتحط سيزو التالك معاهم لكن لازم يبقى معك تغييرات مهمة تغييرات قوية برضو انت منتخب مش نادي انت تبقى ما بيبقى معك اوراق انت بيبقى عندك اللي ماشى كبيرة تنزل ده تحطي دوت لكن انا شايف على المتشوات الاخيرة زي ريزيجي ماشي بشكل كبير جدا كويس جدا وارده نفس الكلام مصطفى وصلاح برنس ثلاثة في الحتة اللي قدام خصوصا عشاف اللي هم يعني اصلح ثلاثة اللي موجودين عمر مرموش ماشي كويس جدا مع فرقته وشغال بشكل كويس جدا بس هو طبيعي هي كورة كده في المنتخب انت طويل يبقى في مركزك حد لو حد لعب كبير في مركزك وماشي بشكل كويس فانت ودك في المنتخب اما تلعب ربع ساعة نص ساعة تلعب شوت ده مش هيقلل منك كاقيم نرجع شوان المسرتك كلاعب صرحت قبل كده ان ما عندكش مانعة تلعب للاهلي واتكلمت في الموضوع ده كتير انا عارف ولكن لو كنت عملت كده فعلا شايف ان كان ممكن مسرتك تكون فيها ارقام وبطولات افضل ويمكن كمان تبقى شعبيتك مثلا اكبر في الاخر انت كنت حيب اجيل الدهبي تعال اهلي لو كان محتكر كل حاجة وقته ولا انت كده كانت مسرتك مش هيقل بس انا شايف ان هالامور بالنسبة لي مشيت للربنا رايده وانا الحمد والله راضي بمسرتك بشكل كبير جدا كان عيب اه والحمد والله حققت اللي انا كنت عايزه اه في النهاية اللي انا بقى موجود في نهاية الزمالة ده اللي انا كنت عايزه اه اكيد طبعا انا قلت عشان بس الناس بتاخد الحتة دي انت كان نفسك اه اه انا قلت انا قلت ان انت موافق مش نادي مش نادي صغير واي حد بيتمنى يلعب في النادي الاهل عادي نهاية مسيرتي مع نهاية الزمالك كمان ان انت تحقق حاجة ما تحققاش من 30 سنة بعد رجوعك ان انت تاخد دوري وكاسف سنة واحدة ستحققها السونائية دي حاجة كبيرة جدا انت تلعب سنة ونص سنة ونص مع الزمالك بس بعد العودة فيهم ست شهورة انا طلعتهم اهل بني غازي اه حققت فيهم ثلاث بطولات اتنين كاسف مصر ودوري على الزمالك دي حاجة كويسة بالنسبة لي شافر لها حاجة كويسة وحتى الفترة اللي انا مشيت فيها بعد حققت دوري وكاس كنت من اكتر اللعبة اللي لعب في الدوري دوت كنت لعب حوالي 34 ماطش من 38 وحققها ارقام كويسة يعني كنت تاني هدف الفرقة بعد باسم سواء في الكونفدرالية او في الدوري والامور كان بالنسبة لي ومشيت في اخر السيزون كنت اتمنى اللي انا طبعا اكمل وكان كنت استحقق اللي انا اكمل على اقل لموسم كمان في ناس الزمالك لكن الادارة قررت كده وشاف ان دي حاجة كويسة بالنسبة لي في مسيرتي والحمد لله مبسوط جدا بالمسير اللي انا حققتها مع حرص الحدود كمان انت بتحقق ثلاث بطولات مع حرص الحدود فرقة بعيدة على التصنيف خالص وترجع وتبوش او ما فيه جمالية بتتكلم في بتحقق ثلاث بطولات وثلاث بطولات على حساب الاهلي يعني انت بحتى البطولة الاولانية احنا كسبنا امي في النهاية بس انت مطلع الاهلي اندور الستاشر وبعد كده التاني سنة تكسب الاهلي في السوبر السوبر المصري وبعد انت اخدت الكاسم الاهلي بردو دي حاجة كنت بتنافس فرق كبيرة وكت اكتر فرقة واخد بطولات في الفترة ديت بعد الاهلي كان بياخد بطولات وكنا احنا بعد الاهلي كان زمالك بعيد فكان العشرية السودية اللي بيقولوا عليها فالحمد لله انا راضي بمشهور حتى مشهور مع المنتخب مصري انت بتبقى موجود في المنتخب مصري لمدة 10 سنين وانت بعيد عن عن ديت الكمة بتلعب في حراس الحدود وموجود على طول في المنتخب وممكن بعض الناس كانت بتاخد انت اه بديل كتير جدا في بعض الوقات واحد وخمسين مباراة دولية في الاخر اه الحمد لله وثلطين امم افريقيا في طول العربية كنت بيقول اند 2007 2007 ومعرفش دور الحضنين دي بش محتاج حساب هنده يعني هيش محتاج حساب هنده كابتن احمد المحت من قبل انك ظلم بعدم من استدعاء لأولمبيات لندن وان انت كنت تستحق ايه كواليس الوضع و ايه واجه الظلم اللي واقع عليك في الاخر كان السورياز المنضم وقتها كابتن احمد فرحي كابتن محمد ابوتريكا وكابتن احمد ميدا قبل ما اطلعوا لي انا ظلمت وانا فعلا ظلمت في الفترة دا اطلعت وقلت هو كابتن هاني رمزي لو ما استدعانيش محمدش هيقول له ما استدعيتش احمد عيد لي في الفترة دا كنت بقلع في حراس الحدود وكان في 2011-2012 وكان في بداية 2012 الولمبياد كانت في شهر ستة او سبعة ايه تقريبا حاجة كده فهو كان في بداية 2012 كان في تجمع منتخب اول وانا ما انضمتش المنتخب الاول وهو قرر اللي هو يضمني وانا قلت وقتها الراجل لو ما استدعانيش انا محدش هيقول انت ما استدعيتش احمد عيد لي يعني اعلاميا يعني فانا رحت يعني اللي زعاني بقى جدا بعد كده ان انا رحت مع المنتخب كنت ماشي بشكل كويس جدا 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 فهو ما تتخيل يعني والدرجة ان كابتن هاني رمزي وكابتن معتمة جمالك وقتها كان مدرب عام مع المنتخب تلعوا اتكلموا اعلاميا قالوا احمد عيد رقم واحد معانا في التلاتة الكوبارت وبعدين هنشوف اتنين لعبة تانية هما اللي صراحوا بالكلام دوت وانا لعبت مع لعبت البطولة العربية ولعبت دور الطلون ومبارات ودية لعبنا مع المنتخب مثلا اليمن الاول سجلت رايح جاي في بطول الطلون سجلت هدف في اليابان في البطولة العربية سجلت في لبنان يعني كنت ماشي بشكل كويس جدا وكنت مؤثر معهم في الفترة دي بشكل كبير في الاخر فوقت قبل ما نسافر على طولين الثلاث لعبة اللي انضام له كان عامد متعب وفاتحة وبوتريكا الثلاثة انضام له كمان يعني هو ممكن يكون وجود متعب في الفترة دي كان فيه اتنين فراودة في المنتخب كان مروان محسن واحمد شلويد احمد شلويد كان مصعد منتخب للانبياء ومروان من اللعبة الاساسية اللي بيعتمد عليها فكان هو يعني شايف ان هو في الفترة دي يعني من الكواليس بقى او اللي انا كنت عارفه ان احنا كنا هنبقى الثلاثة انا واحمد فاتح وبوتريكا ويعني في الاخر هو استدعى اضيف اسم كابتر عبد متعب وانا خرجت برا السلاسين اللي وطبعا كان حاجة تبقى مؤسرة بالنسبة لي وحاجة اللي انت تنعب في الورمبيات دي تكتبقى كبيرة جدا وكمان اللي انت من خارج اندية الكمب بعد تجربة الزمالك كلاعب كان ليك تجربة اخرى مع النادي المصري وكانت لايئة عليك عن جمهور المصري جمهور حماسي اوي وانت لعب حماسي اوي فده النوع المفضل ليه وكانت البداية كويسة على فكرة بس لم تكتمل ورحلت في ينائر ايه اللي حصل وهل حصل خلافات مع كابتر حسام حسن زي اللي البعض خرج مؤخرا وقال عليها في التدريبات والتعامل وهاكذا ده حقيقي يعني انا انا في البداية يعني كنت في اول السيزون ماشي بشكل كويس في فترة الاعداد وكابتر حسام طلبني في الوقت ده وقت اللي انا بقى موجود بعد طلع الجيش طلبني وكنت سبعة تاريفين سنة كنت الفرع هتلعب كون الفيدرالية وهو كطلب لعيبة خبرات فهنا ابن انا وبانسي الفيرود عمر كمال وكوفي وهو اللي عايز لعيبة خبرات تبقى تلعب معايا تبقى موجود عشان يكون في ضررية فهنا في بداية السيزون للاسف جاني غضروف فما رجعت بعدها بقى السيزون بدأ وكده رجعت بعدها بشهر عند اول ماتشة شارك فيه كان ماتشة زمالك زمالك كان اول هدف لروقة في المصري الماتشة داخل ستنين واحد احمد مدبولي وروقة وكان اسلام وسلم تقدم بعد كده فلعبت ربع ساعة في اخل الماتشة بدأ كابتان حسامي يديني ماتشاته ومشيت بشكل كويس لحد ماتشة المقصة كان فترة ديت المقصة كان بيكسب الناد المصر على طول قعد حوالي مثلا ثمان تسع ماتشات كان بتنقاب جلال كمان كعب وعالي جدا على كابتان حسام وقدرنا نكسب وجبت جنم في الديئة 95 وكنت نازل ابنها بتلت دقايق يعني هو منزلنا في الديئة 90 او 91 حاجة كده وجبت بعدها جنم بتلت دقايق فقالت اني دافعة كويسة ومرة تبقى احسن بعد كده حسيت ان انا ما باخدش القادر الكافي في الماتشات باخد ربع ساعة و 10 دقايق مش عارفي في ماتش بدأت كنت كويس جدا لحد ماتش الكاس بتاع كنا باللعب الانتاج الحربي في الكاس كنا مغلوبين 1-0 وكابنا حسابنا الزن في الديئة حوالي 78-79 حاجة كده ماتش خلص 1-0 بعد ماتش فوقت انه هو بيطلب النساب على لعيبة يروحوا بورسعية يتمرانوا مع الناشئين وانا كان الاسم محدود منهم بالصراحة ما تقبلتش قلت لا معا ما فيش حاجة حصل اصلا لكل دوت وقلت انا مش هقدر اكمل يعني كنت شايف ان المعاملة مش احسن حاجة وطلبت دوت وكان حصل صفقة ابو دولية بين ودي دجلة وبين كان فيه وطارة اسوف وطارة يوزف وطارة راح ورحت انا رحت انا ودي دجلة وكان معايا احمد سالم الصافي برضو جي معايا من هناك من المصري لوادي دجلة وروحنا يعني قدمت ست شهور كتير اه حالوين هناك واسا كنت اتمنى طبعا اكمل المسيرة مع نادي كبير زي نادي المصري نادي فكرة من الاندية اللي انا كنت هلع فيها من زمان بعد اسوان قبل ما اروح ارس الحدود انا كنت كان الله ارحمه انا كابتن سيد متوالي اه طابني بالاسم انا واسامة رجب واسامة رجب روح وانا مروحتش في السنة داية لان احرص الحدود يعني اخلص الموضوع انا بنلعب ماطش الكاس في بورس عيد وديرت السجل في الندل مصر والسنين دي المصر يكسب ثلاثة واحد في الماطش ده كنت عمل مطش كواس جد فهم طلبوني بعد الماطش وكان والد الله ارحمه كان معايا في الماطش كمان وهو حبيب جدا كان السيد متوالي وقعد معاه واتفق على كل حاجة اللي هو خلص من النادي الاسوان بس كان الامور راحت بس النادي المصر يعني من الانديها اللي تحب تلعب لها شغف عند الجبور مش طبيعي حاجة محترمة جدا تقدر في اي وقت تحس اللي انت في كل وقت تحس اللي انت تلعب كرة كبير وتلعب تحت ضغط جماهير جبهير والحاجات دي كلها تسمى السيد يبقى مقفول حاجة محترمة يعني في خلال متى سيرتك خلاقتخخناء مدمكم عليها أين حações انت كنت غلطون فيها لمك افكت mint كده نعم انت محمد شوق في المكالمات كده وممكن هو الغرب انا شفته او لا كان في الخلفية غلط او ايه اللي حصل انا غلطت في البداية هو ضربني من غير كورة شانكلني يعني كنت رايح كورة من جيس المرعب شانكلني فانا قلت امت قلت له حاجة ما ينفعش تتقال يعني شوقي حبيبي جدا وصديقي اوي يبتاع وامتخب ومن نفس يعني لعب الرجالة اللي انا بحبهم جدا يعني الصراحة انا قلت له كلمة يعني مش كلمة مش 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 تيمة ولا حاجة بس هي كلمة ما ينفعش تقال في الكورة يعني اه ده فاهم ان هو لسه رجع من ميرلز برا وكان لسه بعيد عن عن الكورة بقاله فترة عن الكورة بقاله فترة وما كانش جاهز مية في المية وبتاع فهو ضربني وانا باجري راح مش هنكلني كده اللي هو علق رجلي دي هتبقى رخما او اتضيقت ربتلافف قلت له ايه الليها بالمبطلين ده وانت فاهم فدي كانت غلطة كبيرة من الصراحة وما كنتش اتمنى اللي انا قولنا وحصة زيبت هنا او تنادي جميعا عليها بعد كده واتصالحت وبعد عطول؟ لا اصالحنا طبعا وعتزرت له ومشاوئي من الدعابة الكبيرة اللي انا بحبهم جدا والدعابة المحترمة وعلى علاقة كويسة جدا بيه افضل مطش ليك مع منتخب مصر شو احتاج يعني؟ وانا عبق اندم عشان اقول اللي بعدين البرازيل طبعا ايه اللي حصل بقى بين الشوطين؟ يعني كابتل حصلتش حياته اللي جومي؟ بس هو انا اللي بين الشوطين انا ما حضرتوش لانا كنت بسخة والله امبال الممي اللي حايز للطمyo ها 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 تبا حصلت اللي حصلت тебя ووجه questi neon يعني ليه جون يا جماعة كانت عنده أمل اللي احنا نرجع من أكتر مطشوات اللي اتحرق دانمي فيها والله موضش من المطشوات الوحشية واحنا يعني وجهة نظر يعني واحنا اتلعب في التشكيل شوية بس بسبب صبات اعتقد معاشكر وإيقافات احنا كنا بنلعب بليبرو دايما احنا الموضش دوت ملعبناش بليبرو احمد سعيد هو كقعد ملعبش وسيد معوض قعد لإصابة ولعب مكانه احمد سامير فرج سيد مصاب فده طبيعة ضائر المحمدي بدأ بك يمين واحمد فاتحي داخل نص ملعب مكان حموس لكنا ماشي موضش ايطاليا ممتاز حتى لو هو مش احسن حاجة انا بكلم حتى لو ومش هو احسن حاجة ما يعودش خلاص بسبب ان دفع المعنى هو يعني فدخل في نص ملعب احمد فاتحي والحضر يتصاب في مجنة الأول والحضر يتخبط يعني كانت حاجات لو واحمد عبدالغاني بدأ وانا بدأت الماتش كنت انا وابو تريتي واحمد عبدالغاني في الغوزي الأمامي كان زيدالي بتصاب برضو في ماتش ماتش ايطاليا فبعض الاصابات وبعض الحاجات اللي احنا يعني ايه ممكن تكون احنا استسهلنا شوية الدنيا والماتش وبتاقي المغلوبين الماتشين احنا مصروا كاسباني ايطاليا بسنوكوزي بالعافية وخصوصا كمان انت مش واخد على اللعب كل تلات تيام او كل يومين احنا كنا بنراب كل تمينة واربعين ساعة ماتش وماتشات تقيلة وامريكا مدنيا اقوية جدا ودونيفان وبرادلي كانوا جيل ماتش قوي جدا مش ممكن فرقة اقوية جدا في الملعب اشاوك دي اسباب كثيرة جدا خلتنا وحشين لكن بقى طبعا ماتش التاريخ في ماتش البرازيل الناس كلها بتفتكروا ماتش ايطاليا وحاجة حاجة ونزورك اللي فرق في ماتش البرازيل ويعني في خمس دقائية وتعريق عصام الشوال اللي برضو بروز الفرق ده قم دي حقيقة هو من حاجات اللي بروزتي الدنيا والحمد لله يعني خدت خدت حقي في الماتش دوت كويس في ماتش من الماتشات الكويسة جدا عملتهم على منتخب مصر كانوا بضياتي غير القنوة بلجيكا طب بلجيكا عملت ماتش كبير جدا كنت كويس جدا ماتشات اللي ماتش برضو اللي كنت كويس في جدا ماتش السعودية كان في السعودية كسب نوحة سفر عمد مات عمل كان في الفين وخمسة بتعمل ماتش كبير قوي برضو في الفترة دي كاته البداية كانت كويسة يعني ف اتوقع برضو من حاجات اللي حاصل سيئة اللي حصلت لك يعني في الفين وثمانية لو ما كنتش مصاب وكنت موجود في المتخب دي كانت اكتر بطولة مفترة انتشارك في اساسي طبعا انا يعني هو قدر بتاع ربنا انا صابت قبل البطولة عطول كان عندي عضلات بطن كان دي اصابة رخمة شوية بتطول في قعدت فترة كبيرة لدرجة انه هو كابتن كان تواصل معي عن طريق كابتن حمد صدقي ما تقدرش تبقى موجود حتى بعد كده تبقى جاهز معانا وبتاعه كان بيفكر اللي هو يضم بني انت عارف كابتن حسن بيحب لعبته او بيحب يقوله رجالته كده اللي هم بيعتمد عليهم ما قدرتش الصراحة كنت مصابه ما قدرتش بقى موجود كنت اتمنى بقى موجود وكنت شاب اللي هي من البطولات اللي ممكن الواحد يعمل فيها حاجة بشكل كويس بعد البطولة رجعت كنت موجود بقى في التصفات كلها بتاع الكاس العالم من بداية مطشق كوندو كان اول مهوت بعد البطولة اه فالحمد لله جبت جول وعكا جيبوتي جول وجبت في جيبوتي جول ولموركت ماشية بشكل كويس يعني في السمع عاماتشات بتاع التصفات التصفات الاولانية اللي بتاعك كلها والسمع عاماتشات بتاع التصفات النهائية كان ستة وماتش السودان اللي هو اللي هو مدرمان وعبدالجزائر طبعا الجن التاريخ بتاعك المتعب كان بدأ من عندك اصل من الحلمين بقى كاساد مع وضرفها فالحمد لله كابتن عيد يعني اولا انت شرفتنا ونورتنا ويعني نتمنى انها تتكرر تاني وحاجة بتكون ضيف عزيز جدا علينا وانت عارف انا مدرشا اتأخر عليك وعلى موقع في البول من موقعك كبيرة جدا في الوطن العربي وحاجة محترمة وتاريخي نير يعني شكرا كابتن وشكرا لكم ويعني الى اللقاء في حوارات اخرى اشتركوا في القناة